التكاثر الجنسي لقد استمتعت كثيرا في رحلة اليوم إن الحديقة كبيرة والحيوانات متنوعة يا له من خروف صغير وجميل وصوفه الأبيض يزده جمالا نعم فقد ورث لون الصوف الأبيض الجميل عن أمه بالفعل إنه يشبه أبويه في كثير من الصفات فهو يمتلك صفتي لون الصوف الأبيض ولون الوجه الأسود مثل أمه ويمتلك صفة لون الأقدام البيضاء مثل أبيه لكنه غير مطابق لهما تماما هذا صحيح لأنه ورث نصف الصفات الوراثية عن أمه والنصف الآخر عن أبيه وكيف انتقلت هذه الصفات من الأبوين إلى الخروف الصغير؟ تنتقل الصفات الوراثية من جيل إلى آخر عبر الخلايا الجنسية الخلايا الجنسية؟ هي خلايا تتكون في المخلوقات الحية التي تتكاثر جنسيا إنه نوع من التكاثر يتطلب وجود فردين اثنين لحدوثه أليس كذلك؟ تماما يقصد بالتكاثر العملية التي ينتج خلالها المخلوق الحي أفرادا من نوعه والتكاثر الجنسي هو نوع من التكاثر يتطلب وجود فردين اثنين لحدوثه وخلال التكاثر الجنسي تتحد الخلية الجنسية ناتجة عن الأعضاء التناسلية الأنثوية وتسمى البويضة مع الخلية الجنسية ناتجة عن الأعضاء التناسلية الذكرية وتسمى الحيوان المنوي وتعرف هذه العملية بالإخصاب وينتج عن هذه العملية خلية تسمى البويضة المخصبة أو الزايغوت وتمر البويضة المخصبة بسلسلة من الانقسام المتساوي والانقسام الخلوي فينتج فرد جديد سبحان الله لكن كيف تنقل كل خلية جنسية نصف الصفات فقط؟ ولا تنقلها كاملة هذا لأن عدد الكروموسومات في كل خلية جنسية يساوي نصف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلايا الجسمية للمخلوق الحي في جسم الإنسان مثلاً كل خلايا الجسم تحتوي على 46 كروموسوم وتكون مرتبة على هيئة أزواج متماثلة في الحجم والشكل والمادة الوراثية أما في البويضة والحيوان المنوي فيكون عدد الكروموسومات 23 كروموسوم فقط أن يكون فيها كروموسوم واحد من كل زوج من الكروموسومات المتشابهة صحيح وتسمى الخلايا الجسمية التي تحتوي على أزواج متماثلة من الكروموسومات الخلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية أما الخلايا الجنسية التي تحتوي على كروموسوم واحد من كل زوج من الكروموسومات المتشابهة فتسمى الخلايا وحادية المجموعة الكروموسومية آه وعند اتحاد البويضة التي تحتوي 23 كروموسوم مع الحيوان المنوي الذي يحتوي 23 كروموسوم تنتج البويضة المخصبة التي ستحتوي على العدد كاملاً من الكروموسومات وهو 46 كروموسوم بالضبط وتعتبر البويضة المخصبة في هذه الحالة ثنائية المجموعة الكروموسومية شكرا لك يا معلمي على هذه المعلومات القيمة على الرحب والساعة هيا لنكمل جولتنا في حديقة الحيوان بالطبع لكن لنلخص أولا ما تعلمناه اليوم التكاثر الجنسي هو النوع من التكاثر الذي يتطلب مجود فردين اثنين لحدوثه خلال التكاثر الجنسي تتحد البويضة وهي الخلية الجنسية الناتجة عن الأعضاء التناسلية الأنثوية مع الحيوان المنوي وهو الخلية الجنسية الناتجة عن الأعضاء التناسلية الذكرية وتعرف هذه العملية بالإخصاب وينتج عن هذه العملية خلية تسمى البويضة المخصبة أو الزايغوت تمر بسلسلة من الانقسام المتساوي والانقسام الخلوي فينتج فرد جديد تسمى الخلايا التي تحتوي على أزواج متماثلة من الكروموسومات الخلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية أما الخلايا التي تحتوي على كروموسوم واحد من كل زوج من الكروموسومات المتشابهة فتسمى الخلايا أحادية المجموعة الكروموسومية